بكلم صاحبتي الإسكندرانية وبقول لها أنا محتارة ومش عارفة أعمل أكل إيه قالت لي عملي أي أكل سهل وسريع الجو حر جدا وكفاية النور اللي بيقطع علينا قلت لها يا طب انت عملت أكل إيه قالت لنا عملت أكلة ما يختلفش عليها تنين خدي 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 الطريقة وقوم أعمليها على طول للولاد بني وبينك خدت منها الطريقة وجريت على المطبخ بس أسكت لأ ما سكتش لازم أحط الطاطش بتاعي ودخلت على المطبخ وقلت لازم أعمل الأكلة ديت معاك ومن نهارد أكلة سهلة وسريعة وطعمة حل وممكن نقول مش مكلفة شوي وحطي تحت الشوية ديت خط كده وكده يلا نشوف هنعمل إيه هنسمي الله ونصلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بصي بقى كان عندي كده كم حبية من البطاطس البطاطس اللي هي الزغيرة شوية ديت غسلتها كويس جدا وعملت لها كده زي حرف X كده في حرفها من فوق ومن تحت وحطت عليها مية ورفعتها على النور كمان جبت بيض على عدد الأسرة اللي عندي ورحت حط عليها غسلتها كويس جدا حطتها علي مية واحطت شوية خل والخل هنا عشان ما يفرش على البطاجاز وهرفع اللتين على النور وهسيبهم يعيش حياتهم ما تنسيش بقى بتعملي متابعة للصفحة وتقوليلي بتتفرج عليها منين وتقوليلي بتبقى محترة زي هيبة كده ولا أنت بتعملي إيه بالزبط سعايز أقولك على حاجة في تطبيق حلو جدا هسيبوليك في الكومنتات بني وبينك كده من غير ما تقولي لحد التطبيق دوة تسهل علي كتير جدا لما بكون محترة أو مش عارفة أعمل إيه عايزة أكلة سهلة وسريعة الولاد ما عزبني في الفطار وفي العشاء ساعات بيطلبوا حاجة حلوة بالليل متأخر وبقى عايزة حاجة منجزة كده بدخل على التطبيق ده أنت كمان تقدري تدخلي عليه من غير نت خالص هنا بقى عملت إيه بعد ما رفعت البيض والبطاطس على النار جبت بصلاية صغيرة كده حلوة وروحت مشوحها كده على النار بشوية زيت طبعا تقدري تستبدلي الزيت بأي مادة دهنية أنت حبيها ما تحمرتش البصلاية بس دبلت شوية وكنت غازلة معايا شوية رز حلوين كده بس الرز سيبته لحد ما تصفى خالص وهنا بدأت اللي أنا أحمر الرز مع البصل في الوقت دوت غسلت كده شوية عدس والعدس نص كمية الرز يعني لو أنت هتعملي كبايتين من الرز يبقى هتحط كباية واحدة من العدس عدس أصفر غسلته برضو وسبته ويتصفى شوية في الوقت دوت قلبت بقى كله مع بعض إذا أنت هتعملي كشر اسكندراني أوه أنا هعمل كشر اسكندراني يلا قلولي طريقتك في الكومنتات بتعملي زي كده ولا ليك تكاية مميزة في الطريقة بتاعته هنا بعد ما تحمر شوية نزلت بالملح والكمون وكمان حطيت شوية من الفلفل الأسود هتدي له تشويحة كمان وهكون محضرة الميا الميا بتحطيها على عدد عدد كبايات الرز اللي انت حطها بس بتزودي نص كباية لكل كباية عدس تمام كده تمام حطيت الميا وهستنى بقى عليه كده لحد ما ياخد الغلوة الأولانية وبعد كده هوطي النور في الوقت دوت البطاطس كانت تستوت معايا وبقى الجميلة وطبعا ما بسوهاش بنسبة مية في المية شفتي بقى الفتحة لانا كنت عاملها البطاطس بتتقشر بكل سهولة طبعا لو انت مش حابة تقشريها ممكن تقطعيها زي ما هي كده شريح اا او حلقات يعني زي بتحبي كده كده احنا غسلين القشرة بتاعتنا وكله تمام خلصت الكمية كلها وتعالى اقولك بقى هنعمل فيها ايه طبعا لو كان حجمها صغير كنت عملتها زي ما هي كده متضحرجة مع حتة سمنة لكن هي حجمها كبير شوية فيه اصغر من كده او طبعا فيه اصغر من كده بكتير قوي بس انا معرفتش اجيبها اه اه اقولت خلينا في اللي موجودة عندنا هاتطحها بقى بالشكل دوت وطبعا مش رؤياء عشان ما تتكسرش منك يعني صمكة كده مناسب اه علشان ما تحطيها على النار تبقى تماما معي شوية زيت على النار طبعا هابدأ احمرها بعد ما الرز والعدس بتدخله في السوى عشان تبقى سخنة وكمان الرز والعدس يكون سخنين معنا هنزل بالكمية بقى لحد ما اتصت اقول لي خلاص كفاية عايز اقولك البطاطس دي تعمها حلوة قوي بالذات اللي انا هحط عليها شوية دقة كده من اللي انا بعملهم في البيت بتكون تعمها زي العصر طريقة الدقة هبقى اعملها معاكم لاني فاضل عندي كده شوية صغيرين طريقة الدقة دي بتاعت امهاتنا بتاعت زمان اللي مليانة سمسم كده وحاجات كده تعمها حكاية هنا حطيت معلقة سمنة بلدي ونزلت بقى بالبيت كده علشان خاطر اضحرجه بعد ما تسلق معي هتضحرجه البيت دي هيبقى اوه هضحرجه هضحرجه في معلقة سمنة هيبقى طعمه حلوة قوي وكمان اللون بتاعه بيبقى مختلف لو ما فيش سمنة بلدي عادي سمنة عادية خالص متوقفيش الوصفة على حاجة مش عندك خالص اوعي تكوني من الناس اللي بتوقف الوصفة على حاجة مش عندها لازم تشوفي بديل لكل حاجة في الوقت دوت بقى البيت كان خلاص اتحمر معي وكمان الرز والعدس الكشر بعدس اصفر كان خلص معي واستوى وجميله زي العصر في الوقت دوت تقدر يتعملي شوية صلصة بالطوم لو انت حبة بس انا مش حبة انا عملت صلط الطماطم وكمان لو عندك بتنجان مخلل ممكن تحطي ممكن تخليلي طماطموية على حسب ما انت عايز انا كان عندي بتنجان مخلل بس حسيت اللي هو ايه مالوش مكان وسط الليلة بس لو كنت حطيته كان ممكن يتاكل الكشرين فلفل ريحته حلوة طعمه احلى اكلة سهلة وسريعة البيت متضحرك كده لونه حلوة قوي وكمان البطاطس بعد ما تحمرت معايا ده كده شكلها حمرت فلفل كان عندي شوية جرجير كده غسلتهم جنب الاكل ودي الدقة بقى الله 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 على شوية الدقة اللي بيترشه على شوية البطاطس اللي زي العصر هو طبق البطاطس ده الريف عيش وخلاص على كده والحمد لله طعمها حلوة قوي ما يغركيش اللي هي مسلوقة لا دي بتبقى طعمها احلى من المتحمرة على طول عملت كمان شوية صلاة الطماطم فلفل وخيار وطماطم ولمون وبصل وبس كده وطبعا ما تنسيش شوية الخل والمية ده كده كان غدانا النهاردة اكلة سهلة وسريعة وطعمها حلو وما بش هتقفي في المطبخ كتير اكلة صيفية يلا حطي اللايك بتاعك وكتبي الكومنت بتاعك اللي زي العسل وخذي فكرة ونفيزيها بكرة ان شاء الله باذن الله تنفعك في مطبخ بكرة ان شاء الله حبكم في الله السلام عليكم